سباح الخير بالبداية سمحولي عرفكم عن حالي أنا زينة الأعور مسؤولة الأعلام بمنظمة كفا عنف الاستغلال وزاملتي المحامية ليلة عواضة مسؤولة وحدة عنف الأسرية بالمنظمة رح نكون عمطل عليكم خلال هذا الشهر بنفس التوقيت كل يوم خميس بهذا الوقت لحتى نحكيكم أكتر عن أقوانين الأحفال الشخصية التمييزية بلبنان وأهمية إقرار أنون موحد من فقرة ألايف وتحت عنوان صار بدأ أنون موحد للأحوال الشخصية يعطيك العافية ليلة وأنت كمان بالبداية خلينا نبلش إذا بتسمحي لنخبر العالم ليه صار بدأ أنون موحد للأحوال الشخصية هلأ يعني اللي متابع كفا ونشاطاتها بيعرف أنه كفا مش هلأ عم بتطالب بأنون موحد للأحوال الشخصية نحن تقريبا من الـ 2015 مبلشين حملات متتالية منضوي فيها على التمييز بأقوانين الأحوال الشخصية الطائفية الموجودة حاليا لأنه مثل ما الكل بيعرف لبنان ما عنا قانون للأحوال الشخصية الدولة اللبنانية لا تملك قانون للأحوال الشخصية كل حدا فينا بتتطبق عليه أقوانين طايفته وبالتالي هذه الأقوانين يعني كلها فيها مواد تمييزية ضد النساء بتميز ضد النساء وبتميز بين النساء وبين الأطفال فكل حدا فينا حقوقه بتتحدد بالأحوال الشخصية حسب طايفته مش لأنه مواطن لبناني فكنا خلال الفترات يعني السنوات السابقة عم نضوي على التمييز بهاي الأقوانين وكيف بتتعامل مع النساء وكيف تنظر للنساء بنظرة تباعية وبالأسرة وكنا عم نشجع النساء أن نتعلي الصوت وتحكي عن الانتهاكات اللي بتصير بهذه المحاكم وبهذه الأقوانين بعد يعني سنوات من التدواية على التمييز بهاي الأقوانين كان ضروري نطرح البديل ما بيكفي بس نقول أنه الأقوانين الطائفية للأحوال الشخصية هي أقوانين تمييزية يجب طرح بديل وبالتالي أعدت كفى مسودة قانون موحد للأحوال الشخصية تقدر الدولة اللبنانية تتبنيه تكره ليصير يطبق على كل المواطنين وكان يعني إطلاق هيدا القانون رح يصير بـ 18 تشرين 2019 17 تشرين ولعت الثورة صحيح تفاجأنا بالثورة أنه كان فيه مطالب عم تنرفع طالب العدالة الاجتماعية بالطالب بالمساواة بين المواطنين بالطالب بإلغاء النظام الطائفة اللي قائم على المحاصصة واللي عم بيشجع على الفساد واتفاجأنا كمان أنه في كتير نساء كانت عم ترفع مطلب القانون الموحد للأحوال الشخصية كان فيه مطالب عم تطالب بالحضانة كانت جزء من المطالب بالساحة هي إلغاء التمييز بأوانين الأحوال الشخصية فلقينا أنه ما بنقدر بس نطالب بتغيير النظام السياسي الطائفي وننقل على دولة غير طائفية من دون ما نغير أوانين الأحوال الشخصية لأنه هي جزء من الحواجز اللي واقفة بين المواطنين والدولة مثل ما بنقول أنه الأحزاب والزعمة والسياسيين واقفين عقبة بين المواطنين والدولة والخدمات تبع الدولة هن بيصادرواها لإلهم لهن يعطوها خدمات للمواطنين نفس الشيء طواقف يعني عملية النظام الطائفي القائم على المحاصصة هو باتفاق وتوافق بين السلطة السياسية والسلطات الطائفية لأنه الطواقف عندها مزايا ومكاسب من هيدا النظام الطائفي اللي هي عندها مكاسب مادية لأنه عندها محاكمة وعندها رسومة وعندها الأموال اللي بتحصلها من هيدا المحاكم وعندها مكاسب سلطوية عندهم السلطة اللي هن حاصلين عليها بالمجتمع والسلطة على الناس من خلال قوانين ومحاكم الأحوال الشخصية من هون قلنا بما أنه في مطالبة بتغيير هيدا النظام المحاصصة اللي قائم على الطائفية أول شي على المحاصصة الطائفية هي يجب شمول المطلب بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأكرار قانون موحد للأحوال الشخصية وما بيسوى بقى يبقى لبنان عنده نقص بالقوانين وتصير وتظل الدولة اللبنانية من دون قانون تاب ليلا لما نقول أحوال الشخصية العالم ما بتعرف أداها دا القانون يعني قوانين الأحوال الشخصية بترفقنا من تكت اللي منخلق لوقت المنموت بينما بروس العالم في صورة أن الأحوال الشخصية يعني زواجه وطلق يريد خبينا أكتر شو بتشمل يعني أنه الأحوال الشخصية شو بيشمل صح دايما لما بنحكي عن أحوال الشخصية لأنه مثل ما قلتلك نحن منطلق من الأوانين الطائفي اللي بتطبق علينا بس نبلش نتزوج يعني فنحن حاصرين أنه الأحوال الشخصية هي اختصاص الطواقف لأنه نحن نتزوج أمام طواقفنا ويطبق علينا أنون الطائفي اللي بنتزوج قدامها بينما لما بنجي نفكر شو يعني أنون الأحوال الشخصية هي كل القواعد اللي بتنظم حياة الإنسان من وقت اللي بيخلق لوقت اللي بيموت يعني وين بيتسجل كيف بيتسجل عقسم مين بيتسجل جنسية مين بيحمل كل هولي أحوال شخصية عشان هيك نحن يعني منقول أنه نحن عم نطالب فيه مش زواج مدني اللي عم بتطالب فيه كفا هو قانون أحوال شخصية لأنه حتى سجلاتنا بالنفوس كيف منتسجل بدأ إعادة نظر رح نحكي عنا بعد شوي بس أنه لم بلش نصلح أحوالنا الشخصية ونحس حالنا كلنا مواطنين متساويين بدولة بدولة القانون بدنا نكون عم نخضى على نفس قانون الأحوال الشخصية بتطبق علينا نفس المعايير مش حسب طوافنا منتمتع بحولنا خلينا بدي أقول أنه خلال هذا الشهر رح يكون عم يقطع سلسلة حلقات صغيرة عدتك كفا حول هذا الموضوع على الام تي في رح نحضر الحلقة الأولى منها هلأ ومنتابعنا عشنا يا حبيبتي يا تاتا هيدا مين دخلك اللي عم بيجوزوا؟ شو بكي كاويداد صار الزواج مدني ومأمور نفوس هو اللي بيجوز على العنون جديد آه دخلك هيدا مأمور نفوس بالقضاء عنا أو أنا غلطانة ايه بالقضاء عنا بطلت تفرق إذا بيجوزوا بقضاء العريس أو العروس ليك نسي ايه ما بتضلك تنسي خلينا نحضر رح يتجوزوا وأنتي عم تحكي بدون يعملوا حفلة من بعده من اليوم كل واحد منكن عنده سجل خاص فيه رح يتسجل الزواج عليه ألف مبروك ليلاح شفنا الفيديو الفيديو مقلوف يعني عند العالم صورة وكأنه مراسيم تقليدية لزواج مدني ولكن اللافت هو بأنه بآخر الفيديو عم يتسلم العروسين كل واحد منهم سجل منفصل عن الثاني خبريني أكتر ليه مثل ما قلنا بالقبل أنه نحن عم نطالب بقانون موحد للأحوال الشخصية ولما بنحكي قانون أحوال الشخصية قبل ما نوصل على فكرة وين منتزوج وكيف منتزوج والطلاب أنا نفكر بسجلاتنا بالنفوس كيف هي كيف منتسجل نحن يعني الدولة كيف بتشوف مواطنينها وبالنسبة لقلها هالمواطنين اللي مسجلين بالنفوس كيف نزرتها لقلهم كأفراد نحن منلاحظ أنه بسجلات النفوس ما في وجود للمرأة مستقلة يعني الدولة اللبنانية ما بتشوف المرأة كفرد كمواطن مستقل عنده حيسيته وعنده سجله الخاص على طول بتشوفها تابع للرجل وبالتالي عشانك نحن نقول نحن بنزام ذكوري يعني الدولة بتعترف أنه السلطة الأبوية بالأسرة هي القائمة وبالتالي أي امرأة يجب أن تكون على خانة رجل ما عندها خانة خاصة فيها فالمرأة بتضل على خانة بية لتتزوج بتنقل على خانة زوجة بس تتزوج وتجيب أولاد أولاد بينزلوا على خانة بي إذا تطلقت بترجع على خانة بية ما بيصير عندها ولا مرة خانة مستقلة وبعد الطلاق شفنا كتير نحن معاناتين تعرف بكيفا عندنا المركز الدعم لمنستقبل النساء ومنتابعهم بكل المشاكل اللي بيواجهوها سواء على مستوى العنف أو على مستوى المعانات بالأحوال الشخصية فبعد الطلاق كان في كتير معانات للنساء إذا بتعمل أي معاملة أنها تحصل على إخراج أيد عائلة لولادها أو تجيب إخراج أيد فردي لابنها لأنه هي ما عندها خانة خاصة إذا بتروح تطالب بإخراج أيد عائلة إلا بيطلع إخراج أيد بية إذا بدأت جيب إخراج أيد عائلة يطلع على أولادها بدأت جيب لهم إخراج أيد بي وأوقات العلاقات ما بتكون منيحة مع البي وبيعرق إلا هيدا الشي وهيدا الشي اللي خلى مدير عام الأحوال الشخصية يطلع تعميم أنه المرأة بس تطلع بتقدر تطلب إفادة من المديرية العام الأحوال الشخصية تطلب من أولادها بإفادة أو تطلب أنه ينزل أولادها على خانة الملاحظات عند بية هيدا التعميم منه قانون هيدا التعميم ممكن يلغي تعميم تاني كمان عمل تعميم سمح للمرأة أنه تجيب إخراج أيد لأولادها تخيلي أنه صار بدنا إذن لنجيب إخراج أيد لأولادنا فهيدا الشي بيفرجي أنه المرأة بسجلات النفوس ما عندها كيان مستقل ما عندها خانة مستقلة ينزلوا عليها وقوعاتها ينزل عليها من تزوجت أمتى تطلقت من أولادها إذا تزوجت مرة تانية من زوجها يعني يكون عندها خانة خاصة فنحن عم نقول إذا الدولة اللبنانية بدأت تحكي بالمساواة وبدأت تكون دولة المساواة بين المواطنين والمواطنات أول شيء بدأت تعترف بكل مواطن كفرد مستقل والمرأة يجب أن يكون لها خانة خاصة بسجل النفوس مثل ما الرجل عنده خانة ينزلوا عليه وقوعاته ومن يتزوج من أولاده وهي كمان بدأت تكون عندها خانة خاصة ينزلوا عليه وقوعاتها من هون منبلش نصحح ومنبلش نصحح أحوالنا الشخصية ومنبلش نقول أنه نحن عم نكرس مبدأ المساواة بين المواطنين اللافت ليلة وصحيل إذا كنت غلطانة أن المرأة ما بتقدر تسجل أولادها على خانة إلا بحالة واحدة إذا كان الأب مشهول الهوية وبالتالي بحال غياب الرجل بتعترف ساعتها الدولة يعني الدولة مش أنه صعب لوجستيا أو تقنيا أنها تعمل خانة للنساء بدأ قرار هني بس يقتنع أنه بنظهر من النظام الأبوي وننتقل من السلطة الأبوية للسلطة الوالدية ونعطي دور للأم بأنها تكون شريكة بهذه السلطة داخل الأسرة سهل جدا لأنه هني تقنيا موجودة الخانة وعن بيعملوها يعني نحن بحالتين الأم العزبة اللي بيكون الأب مجهول لأولادها بيطلع لإخراج قيد عائلة لإله محطوط ابنة علي أو بنتها أو أولادها وبنفس الوقت بتقدر تعطينا الجنسية يعني تتمتع بكل السلطة الأبوية بس لأنه غاب الأب هنا مجهول الأب فشو اللي بيمنع أنه النساء كلها تتمتع وتكون شريكة بهذه السلطة ونبطل السلطة الأبوية نصير سلطة والدية طيب ليلى بيهمني كثير يعني ندوّع على موضوع دايما في اتهام أنه هوا المطالب بيفككوا الأسرة هوا المطالب ببعدوا الناس عن الدين أو عن العائدة أو عن الإيمان وليه بتكون تحرموا العالم من أنه تمارس تقوصها الدينية اللي البعض منه بيعتبرها أنه هي مباركة للزواج شو الجواب يعني شو منقدر نجاوب على هؤهد التساؤلات أو هؤهد الاتهامات من المحلات أول شي يعني أنا بتصور بس هيك لمحة على اللبنانية المسلمين والمسيحيين من كل الطوايف اللي عايشين برات لبنان وبيتزوجوا على قانون الدولة اللي هني عايشين فيها بيسألوا حالهم يعني هل هني منعتهم الدولة يمارسوا تقوصهم الدينية ومعتقداتهم الدينية لأنه تزوجوا على قانون الدولة الدولة واجباتها تضع قوانين تحمي حقوق الأفراد وتمنع الأفراد أنه يتعدوا على حقوق بعض هذه واجبات الدولة لازم تعملها والدولة واجباتها تحمي معتقد الأفراد وتصبح لهم أنه يمارسوا معتقداتهم الدينية ضمن إطار ما يخالف النظام العام الزواج المدني إذا أقرر لبنان قانون أحوال شخصية موحد ما بيمنع لا المسيحي يتكلل بكنيسة ولا المسلم يكتب كتاب عند شاخ هيدا منسميه المراسيم الاحتفالية للزواج بالإطار الاجتماعي العقائدي بيظل موجود بس نحن عم نحكي عن مفاعل الزواج العقد اللي بيحدد شو الحقوق طبع المتزوجين وشو الموجبات طبعهم تجاه بعض ولما بيصير نزاع أي محكمة بتنظر فيهم هيدا من اختصاص الدولة فبالتالي أبدا هيدا اللقوانين يعني ما بتتعارض ولا بتمنع ولا بتعرقل قيام الناس بممارسة معتقداتها الدينية بس هيدا الخطاب هو خطاب من يضرب هيدا القانون مصالحهم المادية والسلطوية خطاب الطواقف لأنه الطواقف إذا بيعرفوا الناس قديش عندها مكاسب مادية من هيدا اللقوانين ومن هيدا الامتيازات اللي هني عم بيمرسوها نحن كلنا بنعرف أنه أموال الطواقف معفية من الرسوم ما بيدفعوا ضريبة ما بيدفعوا جماري يعني ما بيدفعوا شي نعرف قديش الرسوم غالية ببعض محاكم الأحوال الشخصية لكتير نساء ما بتقدر تلجأ لهذه المحاكم بسبب الرسوم العالية هيدا الرسوم ما بيروح منها شيعة الدولة هني عم بيخدوها منعرف قديش في محاكم تاني أحوال شخصية الدولة هي اللي بتستأجر المباني طبعها الدولة هي اللي يعني القضاء طبعها بيقبضوا من الدولة وهن رجال دين منهم درسين لا آنون ولا حقوق ولا يعني خرجين معهد قضاة بس هن بيقبضوا مثل ملقودات المدنيين بيقبضوا ففي انتفاعات للطواقف كمؤسسات طائفية عم تستفيد من هذا الوضع فأكيد هذا الخطاب بناسبهم لحتى يحرضوا الناس ما تطالب بآنون للدولة يتطبق عليها حتى هن يظلوا محافظين على هذه المكاسب فنحن بنقول بكل سراحة هيدا المطلب بيضرب مصالح الطواقف المادية والسلطة واللي عم يتمتعوا فيها واللي مخليون يفوتوا باتفاق مع السلطة السياسية سلطة المحاصصة بس ما بيضرب أبدا بالعكس بيحافظ على معتقدات العالم وبيترك للناس حرية ممارسة المعتقد مثل ما بدنا طبعا نحن بلشنا اليوم ليلة بنا نقول للمشاهدين أن الحلقات الجاية رح نكون عم نتابع هذا الموضوع من زاوية مختلفة كان داخل مؤسسة الزواج كيف لازم تتقسم المسئوليات بين الشركين كان بحال الطلاق بحال وقوعه حضاني وغير كتير من الموضوع رح نكون عم نقشها بالحلقات المقبلة الأسبوع القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة